بسم الله جي بيتي خمسة منصة الذكاء الاصطناعي تاريخ وصوله وما هو معروف عنه حتى الآن في عالم يهيمن عليه الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد أصبحت شات جي بيتي واحدا من روبوتات المحادثة الأكثر شهرة وتقدما اليوم تحمل شركة أوبين اي 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 الشركة التي تقف وراء مولد اللغة الطبيعية هذا على تحسينات مستمرة ومن المتوقع الآن إصدار التحديث الكبير التالي جي بيتي خمسة في هذه المقالة سوف نستكشف كل ما هو معروف عنه حتى الآن عن هذا الإصدار من شات جي بيتي قبل تحديث جي بيتي خمسة من المهم ذكر التحديث الأخير الذي جلب جي بيتي أربعة يضمن هذا التحديث الذي تم إصداره في مارس 2023 قدرة شات جي بيتي على دعم الإدخال متعدد الوسائط مما يعني أن برنامج الدردجة الآلي يمكنه الآن تلقي المعلومات من خلال طرق إدخال مختلفة مثل النصوص والصور بالإضافة إلى ذلك أدى التحديث أيضا إلى تحسين أداء تحسين جي بيتي في عدة مجالات مثل قدرته على إجتياز الإختبارات وقدرته الأفضل على دعم لغات متعددة من المتوقع أيضا أن تطلق OpenAI مكونات إضافية تسمح لشات جي بيتي بالوصول إلى الإنترنت في الوقت الفعلي مع استمرار تحسين شات جي بيتي يتساءل كثيرون عما إذا كان هذا التحديث سيؤدي إلى وصول روبوت المحادثة إلى الذكاء الاصطناعي العام AGI يشير الذكاء الاصطناعي العام إلى روبوتات المحادثة وأنظمة الذكاء الاصطناعي الأخرى التي يمكنها فهم أي مهمة أو مفهوم بنفس طريقة الإنسان بعبارة أخرى بمجرد تحقيق الذكاء الاصطناعي العام لن يمكن تمييز روبوتات المحادثة عن البشر على الرغم من أنه من غير المعروف ما إذا كانت جي بيتي خمسة ستصل إلى الذكاء الاصطناعي العام يعتقد العديد من الخبراء أنها ستكون ترقية مهمة ستتجاوز قدرات جي بيتي أربعة مع كل تحديث جديد يقترب شات جي بيتي أكثر فأكثر من جي جي آي ومن المتوقع أن يكون جي بيتي خمسة خطوة مهمة أخرى على هذا المسار تاريخ الإصدار والوصول إلى جي بيتي خمسة تتوقع شركة أوبين إي آي إكمال تدريب جي بيتي خمسة بحلول كانون الأول ديسمبر 2013 وبمجرد اكتمال ذلك من المحتمل أن يتم طرحه في السوق ربما عن طريق تحديث مباشرة لمستخدمي شات جي بيتي ومع ذلك من المحتمل أن تكون بعض ميزات جي بيتي خمسة الجديدة متاحة فقط لمستخدمي شات جي بيتي بلاز الذين سيحتاجون إلى دفع رسول من شهرية للوصول إلى أحدث الزار من روبوت الدردشة هذا من المهم الإشارة إلى أن إطلاق جي بيتي خمسة قد يواجه بعض العقبات على وجه الخصوص بدأ منظم الخصوصية في أوروبا التحقيق في ممارسات أوبين إي آي وقد حضرت بعض البلدان بالفعل استخدام شات جي بيتي من ناحية أخرى هناك الجدل الذي يثيره تقدم الذكاء الاصطناعي ويطالبه خبراء من جميع أنحاء العالم بوقف تقدمه ويطالب خبراء من جميع أنحاء العالم بوقف تقدمه حتى يصبح المجتمع جاهزا ويشعر الملايين من الناس بالقلق بشأن وظائفهم ولديهم سبب لذلك شكرا لاستماعكم في حفظ الله